جيمي بدايةً كده بشكل عام والنهاردة رأيك إيه في مستوى أداء النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟ الأهلي قدم أفضل بطولة أفضل بطولة من بطولاته كل النسخ اللي خضع في كأس العالم للأندية على صعيد الأداء بلا شك صاحبي وحبيبي وكفاءة ما عنديش شك لحظة كريم الأهلي كان ممكن حتى وحبنا نتكلمه فهيرا أنا ومروان فجاد سيرة مطشة كده كان الأهلي خسروا بالنتيجة كبيرة من باتشوكا يعني فالناس جمهور جمهور أهلي جمهور زمالك خش تفرج على فرق الأداء وهو بلعب باتشوكا بطل مكسيك مع كل اللي احترمنا ليه يعني وهو بلعب ريال مدريد أو بلعب فلمينجو النادي الأهلي هو الأكثر صناعة للفرص في البطولة النادي الأهلي هو أعلى معدل صناعة للفرص في البطولة معدل ليه؟ ما بتقوله أكثر صناعة يقول لك ما لعب أربع ماتشاط منهم مباراة قدام فريق في المتناول جدا زي أوكلاند لكن أنت بتتكلم على أعلى معدل في البطولة وهنا تقف عند رقمين رقم يخليك لو أنت من جمهور نادي الأهلي أو من محب الكرة عموما يعني رقم يخليك تقوم مبسوط جدا أن أنت عندك فريق بيقدر يعمل ده ستين تزديدة خلال الأربع مبارات بتتكلم على مباراتين بتعمل فيهم سبع فرص محققة بتاعتك في المباراتين في المبارات الأولى 3.8 ومبارات تانية 3.7 يعني بتتكلم على أن أنت رايح تسجل أربع أهداف محققة في ريال مادريد وأربع أهداف محققة في فلمينجو ده الرقم اللي لازم كل جمهور الكورة في مصر وجمهور النادي الأهلي يبقى فخور بشجاعة مارسل كولر وما قدمه فريق النادي الأهلي في هذه النسخة